اشتركوا في القناة الانسان اذا كان مسافرا مسان في السفر دعاؤه اقرب للاجابة قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يخيب الله دعاءهم ذكر منهم المسافر والفقير لا يلتفت احد اليه ما في واحد يشتغل به لو جل بيتك تستحي ان تدخله البيت قال عليه الصلاة والسلام رب اشعث اغضر ذي طمرين ذي ثوبين باليين ثيابه مهترئة لا يؤبه له لا يلتفت اليه قال عليه الصلاة والسلام لو اقسم على الله لابره ومن اسباب اجابة الدعاء ان يدعو الانسان ربه باسمائه الحسنة ولله الاسماء الحسنة فادعوه بها ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام احدا ايها الاحبة اجتمعت فيه هذه الاسباب كلها ذكر الرجل كما قال ابو هريرة يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك اجتمعت عنده كثير من اسباب اجابة الدعاء ومع ذلك رد الله دعاء خيب الله رجاء اوصد ابواب السماء دون لماذا لقمة واحدة من حرام يدخلها الانسان الى جوفه يقطع الصلته بالله رب العالمين ومن تاب تاب الله عليه والتوبة من شروطها ان ترد الحق لاصحابه فمن رد الحق لأهله وحسن حاله قبل الله توبته اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة 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 شكرا